ماذا بقي من أمل باتفاق الرياض؟ مضى أكثر من شهرين ونيف على توقيع الاتفاق ولم ينفذ من استحقاقاته سوى بند العودة المنقصة للحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تشكل التغطية الوحيدة على فشل هذا الاتفاق لم يصدر عن السعودية رعية اتفاق الرياض موقف ذي قيمة في مواجهة الفشل الذريع الذي مني به رغم مرور أكثر من شهرين على توقيعه إثر ضغوطات هائلة مارستها القيادة السعودية على السلطة الشرعية وبدلا من أن تمارس ضغطا مباشرا على الطرف الذي يعرقل الاتفاق أوعزت القيادة السعودية للرئيس هادي بتشكيل لجنة من مستشاريه لعمل ما يبدو أنه خطة موازية من شأنها أن تؤسس وفقا للمراقبين مسارا جديدا لاتفاق أريد له أن يشرعنا لانقلاب جديد في عدن بعد خمسة أعوام من التدخل العسكري للتحالف في اليمن كان يفترض أن يكون الخامس من يناير موعدا نهائيا لتنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض وبالأخص انسحاب القوات وتوحيدها وترقيمها وضمها لوزارتي الدفاع والداخلية وتوزيعها وفقا للخطط المعتمدة وذلك طبقا للبند الثالث من اتفاق الرياض لكن الذي حدث هو أنه لم يتم تنفيذ أي من بنود هذا الاتفاق فبعد مرير خمسة عشر يوما من التوقيع لم تنسحب القوات من عدن ولم تتم التعيينات للمحافظين ومديري الأمن ولم تشكل الحكومة وفي المقابل تصاعدت حدة التوتر في محافظات عدن وأبيان وشبوى وتنامت وتيرة الاغتيالات والاختطافات والمواجهات المسلحة في المحافظات الثلاثة فيما استغلت الإمارات وجودها في معسكري بلحاف والعالم في شبوى لإدارة الأعمال التخريبية بين تفجير وقتل واختطاف وفي عدن يعمل رئيس الحكومة منذ عودته إلى المدينة ضمن بيئة أمنية تهيمن عليها الميليشيا الإنقلابية للمجلس الانتقالي ومساحة حركة محدودة للغاية ليقتصر دوره كما نصى الاتفاق على صرف المرتبات والإدلاء ببعض التصريحات المواجهة والمهددة لما بقي للحكومة من تماسك وفيما يواصل المجلس الانتقالي التصرف كسلطة أمر واقع في عدن يرى المراقبون أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء المحسوبين عليه ينزلقون إلى حالة غير مفهومة من التماهي مع الأجندة الخطيرة للإنفصاليين عبر إطلاق التصريحات المسيئة للوزراء المناهضين للاتفاق والتي تشكل بنظر هؤلاء المراقبين تغطية مقصودة لفشر الاتفاق ومسلكا تحريضيا على وحدة الصف في منظومة السلطة الشرعية المستهدفة من أطراف كثيرة بينها ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر